السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفلالي إذن هذه البرمجة الخاصة بالمواعيد إجراء الفروض المحروصة والامتحانات المحلية بالنسبة لابتدائي والإعدادي والتأهيلي إذن وهذا كما جاء في المذكرة التالية المذكرة 00422 حيث تقول حيث الموضوع الأساسي هو مواعيد إجراء امتحانات الموحدة المحلية على صعيد المؤسسة التعليمية وإجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة خلال الأسدس الأول من الموسم الدراسي 2021-2022 إذن سنبدأ على مستوى كما جاءت به المذكرة بالنسبة لفروض المراقبة المستمرة بالنسبة للتعليم الابتدائي يجرى ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة بالتعليم الابتدائي خلال الأسدس الأول وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشعر ويتم تحيحها وستثمرها نتائجها مع التلميذات والتلاميذ وذلك في الفترات الآثية إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 24 و29 يناير 2022 واستصدار بيانات النقطة عبر منظومة مصار ابتداء من 4 فبراير 2022 وتوزيعها على التلاميذ والتلميذات قبل بداية عطلة منتصف السنة الدراسية إذن بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة بالنسبة للابتدائي غايخ ياخدو نتائج تقريبا قبل العطلة منتصف السنة الدراسية وهذا ما جاءت به هذه المذكرة سفر 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 ربعة اثنين وعشرين صحبه؟ ثم قد انتقلوا مباشرة من نسبة التانوي الإعدادي أولا الامتحال محلي الموحد على صعيد المؤسسة الذي يخص السنة الثالثة إعدادي ينظم هذا الامتحال بالاستدان إلى مقتضيات قرار الوزير التربية الوطنية والتعليم الآلي وتكويل الأطور والبحث العلمي رقم كده كده صادر في 23 رمضان 1927 بشأن تنظيم امتحالات نين شهدت سلف الإعدادي كما وقع تغيره وتتميه وذلك بين 1 وجوج فبراير أقلوا لها رقم ما بين 1 وجوج فبراير بالنسبة لفروض المراقبة المستمرة بالتعليم التانوي الإعدادي يجرى ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة بالتعليم التانوي الإعدادي خلال الأسدس الأول ويفقى للمذكرات الصادرة في هذا الشن ويتم تحيحها وتستمر نتائجها مع التلميذات والتلاميذ وذلك في الفترات الآتية إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 24 و 29 يناير مسك نقاط آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 25 و 31 يناير والسيصدار بيانت النقاط عبر منظومة مصدر ابتداء من 4 فبراير وتوزيعها على التلميذات والتلاميذ قبل بداية عطلة منتصف السنة الدراسية إذن بالنسبة لتلاميذ تانوي الإعدادي سيأخذوا بنسبة النتائج قبل عطلة منتصف السنة الدراسية إذن كما كان في القديم كان يأخذون نتائج بعد العطلة ولكن الآن سوف يأخذون النتائج قبل عطلة منتصف السنة الدراسية إذن هذا هو الجديد إذن سننتقل مباشرة إلى السلكة الثالث وهو التعليم التانوي التأهيلي إذن يجرى ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة بالتعليم التانوي التأهيلي خلال الأسدوس الأول وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن ويتم تصحيحها واستثمار نتائجها مع التلميذات والتلاميين وذلك في الفترات الآتية إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 27 يناير وجوش فبراير 2022 مسك نقاط آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 28 يناير و3 فبراير 2022 أما بما يخص إصدار بيانة النقاط عبر نظومة مزار سيكون ابتداء من 4 فبراير 2022 وسوف توزع النتائج على التلميذات والتلاميذ قبل كذلك بداية عطلة منتصف السنة الدراسي لسنة 2021-2022 ولكن الأساسي والمهم في هذه المذكرة هو كالتالي إذن يجب احترام تدابير الوقائية من فيروس كوفيد 2019 إذن لا بد في دل استثمار جائحة كوفيد يتعين التزام الصارم التدابير الوقائية والحاجزية أثناء إجراء فروض المراقبة المستمرة والامتحانات المحلية على صعيد المؤسسة التعليمية وذلك طبقا لما تمت نصيص عليه في المذكرة 001 وبالشأن تدبير الدراسة خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي ولضمان تنظيم ناجئ للإستحقاقات التربوية المذكورة يرجى منكم إخبار مختلف مؤسسات التعليمية إذن هناك شيء مرتبط بالمضارع كما يرجى منكم تعبئات مختلف المتدخين من السيدات إلى الآن إذا الحاجة المهمة احنا تعرفنا عليها إذن كنشكركم على المتابعة دي لكم إلى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله ترجمة نانسي قنقر